موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم والبداية بالعناوين موسيقى رئيس الجمهورية يوجه الحكومة باتخاذ المعالجات والتدابير لتجاوز تبعات وآثار المنخفض الجوي موسيقى الحكومة اليمني الترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الوقف في إطلاق النار لمواجهة انتشار فيروس كورونا موسيقى موسيقى قوات الجيش الوطني تستعيد مواقع جديدة في صرواح بمأرب ومصر أكثر من 20 حثيا في الجوف موسيقى وفي أخبارنا المحليات تتابعون أيضا موسيقى موسيقى محافظ العاصمة المؤقتة عدد يرأس لجنة الطوارئ لمناقشة التدابير الخاصة بتلافي وقوع أي كارثة للسيون موسيقى 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 أهلا بكم إلى التفاصيل وجه فخامة الرئيس عبد الرب ومنصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لتجاوز تبعات وآثار المنخفض الجوي الذي ضرب عددا من محافظات الجمهورية ومنها العاصمة المؤقتة عدد وما ترتب عنه من تداعيات واضرار جسيبة في البنى التحتية ومنازل المواطنين والضحايا والإصابات ومنها العاصمة المؤقتة عدد البشرية وأكد فخامة الرئيس في اتصاله لرئيس الحكومة على أهمية الإسراء وبشكل فوري في اعتماد الموازنات المخصصة لأضرار السيول بعدا ومصارف المياه وما تحتاجه المدينة لمواجهة الأمطار والسيول بناء على ما تم رفعه سابقا من قبل لجان أضرار السيول في الفترة الماضية والتي لم تنفذ حتى الآن كما وجه فخامة الرئيس رئيس الحكومة على التواصل مع الغيادات التنفيذية في المحافظات المتضررة لتقديم الإغاثة والرعاية وحصر الأضرار الناجمة عن تدفق السيول وشدد على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة والممكنة لمواجهة استمرار المنخفض الجوي والحد من الأضرار في الممتلكات والأرواح موجها في هذا الصدد إلى تسخير كافة الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها ورفع درجتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية والمتصلة بمواجهة تفشي الأمراض والأوبئة ومنها فيروس كورونا كما وجه فخامة الرئيس في اتصال مماثل بمحافظ عدن أحمد سالم ربيع علي على أهمية القيام بالمهام والواجبات التي يستدعي الضرف مواجهتها والإطلاع بها لمعالجة أثار الأمطار والسيول مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار وبصورة عاجلة بتوجيهاته السابقة المتصلة بتداعيات أسباب ومخلفات أضرار الأمطار قبل الأخيرة والتي رفعت نتائجها من قبل اللجنة المشكلة لتقصي أثارها في هذا الصدد ويأتي في أولوياتها تراكم المخلفات وانسداد مصارف ومناهل الأمطار والسيول التي عرفت بها عدن فضلا عن البناء العشوائي وغيرها من المخلفات لافتن إلى توجيهها بالتنفيذ الحرفي لها أو الحرفي لها وتوجيهه للحكومة باعتماد المبالغ والمخصصات اللازمة لسرعة تمثيدها تابع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول التي اكتاحت العاصمة المؤقتة عدن وما تبذله فرق الطوارئ المحلية من جهود للتعاطي مع ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وطلع رئيس الوزراء خلال اتصال نهاية فينا جراه مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع على تقرير أولي حول الأضرار البشرية والمادية في الممتلكات العامة والخاصة ما في ذلك منازل المواطنين والطرقات والكهرباء والخطط المعدة لتجاوز التداعيات وفق الإمكانات المتحة والجوانب المطلوبة من الوزارات والمنظمات الدولية والإغاثية لدعم جهود السلطة المحلية ووجه الدكتور معين عبد الملك السلطة المحلية بإعطاء الأولويات لتكثيف جهود الإنقاذ وفتح وإصلاح الطرقات الرئيسية والفرعية المتضررة بشكل عاجل إضافة إلى معالجة انقطاعات الكهرباء مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود المركزية والمحلية لتصريف مياه الأمطار حتى لا تتحول إلى بؤر للأمراض والأوبئة وأكد رئيس الوزراء على غيادة السلطة المحلية رفع تقرير عاجل إلى الحكومة بالأضرار في الممتلكات العامة والخاصة والاحتياجات المطلوبة مشيرا إلى أنه سيتم التعامل معها بشكل فوري داعيا للمنظمات الإغاثية والإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في هذا الجانب رحبت حكومة بلادنا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنتونيو جوتريش لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل وكذلك دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتين جريفت لاستعادة الهدوء ومواجهة التصعيد العسكري وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم الأربعاء أن الوضع في اليمن في بيان لها اليوم الخميس أن الوضع في اليمن سياسيا واقتصاديا وصحيا يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسؤولية مع هذا الوباء وعربت الحكومة عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة معكدة أنها ستتعامل بكل إيقابية مع جهودها الرامية لاستعادة الدولة وإيقاف نزيف الدم اليمني واستعدادها للانخراط من أجل العمل وبشكل جاد لمواجهة مخاطر هذا الوباء ومنعه من الانتشار داخل الأراضي اليمنية أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف أو تحالف دعم شرعية في اليمن تأيدها ودعمها لقرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ومواجهة تبعات الانتشار المحتمل لفيروس كورونا وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في العقيد الرقل التركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنها قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لابناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار قصفت مقاتلات التحالف العربي تجمعاً حثياً في محافظة حجة وقالت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعاً للميشة الحثية المدعومة من إيران في مديرية عبس بمحافظة حجة ورجحت المصادر عن سقوط قتلى وجرحة من الميشة الحثية الإنقلابية جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجوى المديرية حققت قوات الجيش الوطني تقدماً جديداً في مديرية صرواح بمحافظة معرب وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة السيطرة على تبة الشايف بعد مواجهات عنيفة مع الميشة الحثية الإنقلابية وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف عنواع الأسلحة المتوسطة والثغيلة أسفرت عن تكبيل الميشة الإنقلابية خسائر فادحة في العتاد العسكري والأرواح لقي أكثر من عشرين عنصراً من عناصر الميشة الحثي مصراعهم وجرح آخرون في كمينين محكمين نفذت هما قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة في مديرتي خبوى الشعف والحزب بمحافظة الجوف وقال مصدر عسكريونين أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة استدرقوا مجامعة من عناصر الميشة الإنقلابية إلى كمينين محكمين في شرق المزاريخ بوادي وسط في مديرتي خبوى الشعف شرق الجوف أسفر على المقتل أكثر من عشرين من عناصر الميشة الإنقلابية وقتنام خمسة أطقم تابعة للإنقلابيين وكانت قوات الجيش الوطني قد خاضت معركة شرسة ضد ميشة الحوثي في منطقة المرازية بمديرة الحزم المطلة على مديرة الصفراء بالجوف حيث لقي أكثر من سبعة عشر عنصرا من عناصر الميشة الإنقلابية إضافة إلى تدمير مدرعتين واغتنام عربة بي ام بي ومخزن دخيرة خفيفة وثغيلة وأسر عدد من أفراد الميشة الإنقلابية تمكنت القوات المشتركة من تنفيذ عملية نوعية ناجحة استهدفت فيها مواقع كانت تتمركز فيها عناصر الميشة الحوثية وسط تبة الهوى في اغطاء حجار جنوب منطقة العود شمال مديرية لقاع طباح بمحافظة الضالع وأفادت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة قامت بتنفيذ عملية تتسلل باتجاه مواقع الميشة الإنقلابية في تبة الهوى وبحسب الخطة المرسومة تمكنوا من دحر عناصر الميشة الحوثية والتي كانت تتخندق في أعلاها بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد العسكري والأرواح أفادت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة أفشلت هجومين لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مدينة التحيطة جنوب الحديدة وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي لفذت هجومين على مواقع القوات من محورين شمال وجنوب التحيطة لأن القوات المشتركة تصدت لها وأجبرتها على التراجع وأضافت المصادر أن القوات المشتركة كبدت للميليشيا خسائر فادحة في العتاد خلال المواجهات التي خاضتها القوات بالإضافة إلى سقوط عدد من الميليشيا بين قتيل وجريح أعلنت قوات الجيش الوطني إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الإنقلابية جنوب محافظة الحديدة وقالت مصادر عسكرية أن الطائرة المسيرة الحوثية كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي جنوب المدينة واضحا أن أفراد من قوات الجيش تمكنوا من إسقاطها وتعد الطائرة المسيرة للميليشيا الحوثية هي الثالثة التي أسقطها قوات الجيش خلال أسبوع في سماء مديرية الدريهمي أخبارنا المحلية مشاهدنا الكرام تابعونها بعد الفاصل رأس محافظ العاصمة عدن أحمد سالم روية علي اجتمعا للجنة الطوارئ اضم الأخوة وكلام محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي وقطاع النغل خالد الجعيم ملاني ومستشار المحافظة عبد الحكيم الشعبي ومدير عام مكتب الأشقال المهندس وليد الصراري كريسا لاجتماع لمناقشة التدابير الخاصة بتلافي وقوع أي كارثة للسيول التي قد تنجم عن أي هطلم في الأيام القادمة وخلال الاجتماع وجه المحافظة أحمد سالمين مدراء المديريات مواجهة أي طارق خلال الأيام القادمة وفق التوجهات فخامة رئيس الجمهورية والتي أولت المناطق التي تعرضت لكوارث الأمطار والسيول اهتماما خاص وأشار المحافظ إلى ضرورة الوقف الكامل للبناء العشوائي في مجال السيول موجهة لمدراء المديريات بسرعة مباشرة العمل بذلك وقال المحافظ أن ما جرى في مدرية المعلم من حادث مؤسف راح ضحيتهم مواطنا كان نتيجة العشوائيات كما وجه مكتب الأشقال برفع دراسة لمشروع لتصريف مياه الأمطار التي تنزل من جبل العيدروس باتياه منطقة المرسابة وبما يسهل عملية تصريفها قبل اقتحامها لمنازل المواطنين في المرسابة أشهد محافظة العاصمة الموقعة عدن أحمد سالم ربيع علي بالجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة مديرية التواهي في عملية تصريف مياه الأمطار وفي وقت قياسي بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحيلولة دون وقوع حوادث أو اختناقات تنقم عن هطول الأمطار بغزارة حالة المديرية جاء ذلك خلال زيارته لمديرية التواهي وأوجه المحافظة أحمد سالمين مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد الشعيبي بسرعة القيام بكل ما يلزم من أعمال صيانة لشبكات التصريف وكذا شبكات المجاري لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل مباشر وقد قدم مدير عام المديرية الشعيبي شرحا تضمن الأعمال التي تم تنفيذها من برد سقوط الأمطار على المديرية وكذا احتياجات المديرية من أعمال صيانة للمناهل ومصارف الأمطار رافقه في الزيارة وكيل المحافظة خالد الجعي ملاني وجه محافظة العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالم ربيع علي قيادة صندوق النظافة بسرعة رفع مخلفات الأمطار من منطقة القطيع بمديرية صيرة وطالب المحافظ خلال زيارته التي رافقه فيها نائب مدير عام مكتب الصحة دكتور محمد ربيد طالب بتخصيص فرق إضافية للعمل على زالة تلك المخلفات التي جلبتها السيول من جبل العيدروس باتجاه منطقة القطيع وخلال تجواله بالمنطقة تستمع المحافظ إلى ملاحظات الأخوة المواطنين والتي أكدت في مجملها وقوف أبناء المحافظة مع كل الجهود الرامية إلى الإصحاح البيئي والتخلص من أي مواطن وباء من جانبه أكد المحافظ سالمين أن عمال النظافة سيقومون بدورهم في هذا الشان ومنذ اليوم وحتى الانتهاء من تلك الأتربة المتراكمة في المنطقة ومن جانبه قدم عضو المجلس المحلي أحمد ريحان شرحا عن الجهود التي تبدلها السلطة المحلية بالمديرية وجه محافظة العاصمة المواقعة عدن أحمد سالم ربيع علي خلال تفقده لعدد من مديريات المحافظة الصندوق النظافة والمؤسسة العامة للمياه الصرف الصحي بسرعة شفط المياه الموجودة في الشوارع ورفع الأتربة والأحجار التي جرفتها مياه الأمطار من أعالي القبال مزيدا من التفاصيل في سياق التغرير التالي تفقد محافظة العاصمة المواقعة عدن أحمد سالم ربيع علي صباح أمس وخلال زيارته لعدد من المديريات تفقد مديرية التواهي وخلال الزيارة استمع المحافظة أحمد سالمين من قبل مدير عام المديرية عبد الحميد الشعيبي إلى الإجراءات التي قامت بها المديرية وكذا إلى الاحتياجات في حال سقوط أمطار غزيرة على المديرية وأشار الشعيبي إلى الأعمال التي تمت والمتمثلة بالنزول الميداني مع فرق الصرف الصحي ولجان المشاريع بالمديرية لتفقد كل المواقع وكذا المشاريع الجاري تنفيذها بالإضافة إلى تفقد مناهل الصرف الصحي وكذا مناهل تصريف الأمطار للتأكد من عدم وجود إشكاليات قد تتسبب في عرقالة تصريف مياه الأمطار في تلك المناهل كما تفقد المحافظ أحمد سالمين ومعه مدير عام التواهي أشو عيبي مدخط الصرف الصحي بالمديرية وإطلعوا على سير العمل فيها وعلى نفس الصعيد تفقد المحافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالمين ومعه وكيل قطاع المشاريع المهندس هستان الزامكي تفقدوا منطقة المرسابة بمديرية صيرة وخلال الزيارة استمع المحافظ سالمين من قبل مدير الصرف الصحي سامي أنور إلى الجهود الذي يبدلها ثم على صرف الصحي بالمديرية والتي كان لها الدور الكبير في تصريف مياه الأمطار من المنطقة بالتعاون مع أهالي المنطقة وكان المحافظ سالمين قد استمع من المواطنين إلى احتياجة المنطقة لمشروع تصريف مياه الأمطار بشكل مباشر يخلصهم من معاناتهم كما اطلع محافظ العاصمة أحمد سالمين على سير أعمال تنظيف مصارف الأمطار في الطريق البحري وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل قطاع الشباب عبد الرؤوف السقاف استمع المحافظ سالمين إلى شرح تضمن الأعمال التي قام بها عمار الصرف الصحي والمتمثلة بتنظيف مناهل الصرف وكذا شفط مياه الأمطار بالإضافة إلى ما تحتاجه تلك المصارف من أعمال تطوير وصيانة من جانبه وجه المحافظ أحمد سالمين بسرعة القيام بأعمال الصيانة لتلك الأنابيب بعد إجراء الإسقاط الجوي لخطوط الصرف فيها من ناحية أخرى وجه المحافظ أحمد سالمين مدير عام مؤسسة المياه بتوفير مضخات لشفط المياه في مديرية المنصورة واطلع المحافظ سالمين من مدير عام المنصورة محمد البري على الأعمال التي تجري في مناطق متعددة في المديرية والتي كان من شأنها تصريف مياه الأمطار كما وجه المحافظ أحمد سالمين القائم بأعمال مدير عام خورمكسر ماجد الشاجري خلال زيارته لمحطة شيناز لتوزيع الكهرباء وجه بسرعة القيام بأعمال شفط وتصريف مياه الأمطار المتجمعة خلف محطة التوزيع بالمديرية وأشار المحافظ سالمين إلى أن المحطة تقدم خدمتها لأكثر من مديرية بطاقة إنتاجية 20 ميجا وأن وجود تلك المياه يهدد عملها ويؤثر سلبا على استمرار الخدمة للمحطة من جانبه أطلع القائم بأعمال مديرية خورمكسر الشاجري المحافظ سالمين على طبيعة العمل التي تقوم بها إدارة الصرف الصحيب المديرية مؤكدا أن قيادة وعمال المديرية سيعملون ليلة نهار للانتهاء من الآثار التي خلفتها تلك الأمطار لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية على عاصمة المؤقتة عدن عقد محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواردوك الفارق بن سالمين البحثة اجتماعان موسعا بمدينة المكلة بالأخوة قيادة وعضاء غرفة تجارة وصناعة حضر موت وناقش المحافظ مع عضاء الغرفة جوانب الاستقرار التمويني للمواد الاستلاكية حيث أكد الأخوة في قيادة الغرفة الاستقرار التام ووجود المخزون كافي للمواد القذائية لعدة أشهر قادمة كما ناقش المحافظ مع عضاء الغرفة وسائل الكفيلة بتدخلات ودعم رجال الأعمال والقطاع الخاص لمساعدة أهلهم وخدمة المجتمع لمجابهة الوباء العالمي المتمثل في فيروس كورونا واستعرض المحافظ خلال لقاء الإجراءات المتبعة بالمحافظة لمجابهة فيروس كورونا والمهام المنطة بالجهات المدنية والعسكرية بالمحافظة شدد على أهمية قيام كل جهة بدورها على أكمل وجوة الاستعداد لتنفيذ أي توقيهات ومهام أخرى في حال تطور الموقف وأهمية تدخل للقطاع الخاص وارجال الأعمال لمساعدة أهلهم ومجتمعهم في إطار المسؤولية الوطنية وإشراك الجميع في كافة المهام والأنشطة الهدفة لمواجهة فيروس كورونا والتوعية بطرق انتقاله والوقاية منه تستعد محافظة أبيان لمجابهة فيروس كورونا بخطط محلية وأنشطة مجتمعية شبابية تطوعية نوعية مزيدا من التفاصيل مع الزمير ربثان عمر جهود مجتمعية توعوية تطوعية نوعية لموجابهة فيروس كورونا من قبل نشطاء ومتطوعين شباب واستعدادات توعوية على مستوى مدريات المحافظة يستعد إطلاقها مكتب العلام بالتنسيق مع جهات الاختصاص لقاءة متتالية لقيادة المحافظة ممثلة بالأخ محافظة المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مع كل الجهات لمويات الفيروس القاتل وفي كل مرة يضع الأخ المحافظة الجميع أمام كل الاحتمالات كون أبيان تواجه مشكلات النزوح الدائم وتدفق المهاجرين الأفارق المستمر في أبيان فتحت السلطة المحلية معزلين صحيين ووجه الأخ المحافظة بوضع أسوأ الاحتمالات وإيجاد معازل صحية أخرى على مستوى مركز المحافظة والمدريات المزدحمة ومع هذه المسؤولية التي تحلت بها السلطة المحلية إلا أن هذين المعزلين الصحيين لا زالا يفتقدا لأبسط مقومات العمل مدير عم مكتب الصحابي المحافظة الدكتور جمال مذهب يتحدث عن هذه الاستعدادات وما ستكون عليه المحافظة خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة سيكون المركز العزل جاهز للعمل إن شاء الله هذه مما يخص التجهيزات هنا لك سبغة تجهيزات أخرى وهي في القانب الإعلامي والتدقيف الصحي نحن الآن ما نخلص من التجهيز المركز العزل سنتقه إلى قراءات الرش والتعقيم للمراكز الصحية وقراءات الرش بالنسبة لمديريتي زنقبار ومديريتي خنفر ستلحقها البديريات الباقية إذا توفرت لنا نحن لدينا بعض المبيدات ومكان الرش سنقوم في بديريتي زنقبار وخنفر إن شاء الله في اليومين القادمين وستلحقها البديريات الأخرى المزدحمة مدير مكتب الصحيب زنقبار الأخ عبد القادر باقاميل يتحدث عن استعداد تام وبرنامج تدريبي قادر أعدل الدورة وسيتم النزول إلى كل الأحياء والمناظف في مديري زنقبار لتنظيف وتوعيد المواطنين أضافة إلى هذا أن عندنا الآن دورة للكادر الطبي الاستقبار زي هذه الحالات وكيف يتم علاجها وبرضو عندنا دورة لفريق الترسد في المديرية عن حالات مثل هذه الحالات وكيف يتم الأبلاق عنها بل عمل بقدر ما نستطيع بجهودنا المتواجدة نشكر سلطة المحلية في المحافظة مثلا باللوار ركون أبوكر حسين سالم الذي ساهم كثير في بناء هذا المركز أضافة إلى مكتب الصحة وسكان بالمحافظة وأدارة مستشفى زنقبار الذي يبدون القهود جبارة معنا الدكتورة سيلة باخميس مديرة مستشفى زنقبار استعدادات ومناشدات عاجلة منظمات الصحة العالمية وزارة الصحة بأنهم يتعاونوا معنا في هذه المحافظة وكننا بحاجة لهذه الأشياء بتوفير لنا الأمكانيات الضرورية من الملتزمات التي هي الكمامات والقلافز واللبس الواقي حتى نحمي أنفسنا ونحمي البقية ولهذا نتمنى إن شاء الله يتعاونوا معنا برغم معنا فريق الآن والفريق حقنا الآن بيتدرب وبيجد كل التسهيلات له من أجل تساعدة أخواننا في هذه المحافظة وبين توجيهات الأخ المحافظ ونشاطه ومتابعته الدؤوبة لتحسين أبيان من خطر فيروس كورونا واستعدادات الجهات المختصة ممثل بمكتب الصحة العامة بالمحافظة يبقى المواطن في أبيان قلقا على محافظة انتجار روباو أن حدث لا سمح الله سيكون كارثي وعنيف لقناة عدن الفضائية ردفان عمر محافظة أبيان دشن محافظ شبوى محمد صالح بن عديو بالمركز الوطني للأورام السرطانية بالمحافظة عمل أول غرفة للتواصل عن بعد في المجال الطبي في كافة المرافق الصحية العاملة فيها والتي تم تجهيزها بمنظومة متطورة من الاتصالات وبدعم من المحافظة يقدر بثمانية عشر ألف دولار وعبر المحافظة عن سعادته بتدشين الأعمال الاستشارية الطبية للغرفة واستهلال أعمالها بالتواصل مع سبعة من الأطباء الاستشاريين ومن أبناء المحافظة المتواجدين في أمريكا وبريطانيا والنمسا السعودية وتبادل الخبرات معهم في مجال مواجهة فيروس كورونا من أبهم بأنها ستمثل نقلة نوعية للخدمات الطبية بالمحافظة لافتا بفكرة تطوير الاستفادة منها في مجال المعاينات ومعالجة كثيرا من الحالات المرضية المستعصية في كافة المرافق الصحية الأساسية بالمحافظة وفي السياق دشنا محافظ شبوى برامج التدريب لماء من الكوادر الصحية بالمحافظة والتي ينظمها مكتب الصحة والسكان وبدعم من سلطتها المحلية وتهدف إلى تعريف مئة من المشاركين والعملين في أربع من مدينيات المحافظة بتفاصيل الخطة العلاقية والإجراءات اللقائية من فيروس كورونا أقدت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا بمحافظة تعزج اجتماعان موسع برأسة محافظة المحافظة نبيل شمسان وأقرت اللجنة اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية ومنها نقل وإقامة نقاط الفحص الطبية إلى مداخل المحافظة في هيجة العبد والقروض وجبل حوشي وآلية تنظيم تنقل المواطنين من وإلى المحافظة والقادمين من خارج الدولة وتعين ناطقا رسميا للجنة الطوارئ وتنفيذ القرارات الخاصة بأعدة توزيع الأسواق وفرزات المركبات وإقلاق صالات الأعراس والإحتفالات والنوادي والحدائق وأشدد محافظة المحافظة على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات والقدرات المتاحة وتضافر وتكامل الجهود الرسمية والشعبية بالتنسيق مع لجنة الطوارئ لمواجهة الوباء والتنسيق مع مكتب الصحة العامة لما فيه توحيد كافة الجهود لخدمة المحافظة وأكد على توفير الفحوصات المخبرية للحالات المشتبه بإصابتها وتجهيز مراكز الحجر والعزل الصحي والاستعانة بالمباني العامة وحاجة كل الجهود والقدرات لمواجهة الوباء ومن جهة استعرض وكيل محافظة تعزيز دكتور عبد القوي المخلافي مجمل ما تم إنجازه في الاجتماعات السابقة من قرارات وإجراءات وما تم تفيده منها مؤكدا على ضرورة ترقمة القرارات على أرض الواقع ترأس محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر الاجتماع الأول للجنة الطوارب المحافظة لمراقبة فيروس كورونا ولرفع درجة الاستعداد في الإدارات المختصة لمواجهة الوباء والحد من انتشاره واستعرض اللغاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر الخطوات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطة المحلية لمجابهة فيروس كورونا وأصدار حجمة من القرارات العاقلة مثل إغلاق بعض الأسواق ومنع تجمعات المواطنين أي كان نوعها وافتتاح محايا الصحية في المنافذ لفحص الوافدين إلى المحافظة وناقشت اللجنة كيفية الوقاية من الوباء ومنع انتشاره داخل المحافظة ووجهت الجهات ذات العلاقة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة ورفع درجة الاستنفار والاستعداد القصوى في حال ظهور أي حالات إصابة داخل محافظة المهرة وجه محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر بإنشاء لجنة لتنسيق مشتركة بين مكتب الصحة العامة وسكان بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني وتجهيز غرفة عمليات لمواجهة جائحة كورونا واستعرض المحافظة طاهر خلال ترأسي اجتماعا موسعا بموظفي مكتب الصحة العامة وسكان بالمحافظة ومدير عام الشرطة وممثل منظمات المجتمع المدني خطة إقراءات المحافظة لمجابهة جائحة كورونا والتي تشمل كافة المديريات المحررة وتحسين البيئة الصحية وتوفير كافة المستنزمات الطبية والغذائية وشدد محافظ الحديدة على ضرورة بدء تجهيز محجر الوعرة الصحي بالخوخة ووضع تدابير لتنفيذ الإقراءات الاحترازية للحجر الصحي حتى محافظ محافظة أرخبيل سقطرة رمزي محروس أهالي محافظة أرخبيل سقطرة للمكوث في منازلهم وعدم النزول للأسواق إلا للضرورة القصوى حتى إشعار آخر وذلك احترازا من وباء كورونا الذي اقتاح العالم قائد ذلك خلال اللقاء المحافظ بعميد كلية التربية دكتور سعد الدعهري وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية وبحضور وكيل المحافظة العميد صارق علي سعد ودع المحافظ محروس إلى الالتزام بالطرق الوقائية والإرشادات التوعية التي تقوم بها الحملة الإعلامية الصحية الجديد بالذكر بأن المحافظ محروس أصدر قرارا بعدم الدخول للمحافظة وإجهة الأجهزة العمنية والعسكرية بمراقبة الشواطئ ومانع أي عملية الدخول خلال الفترة الحالية وإلى إشعار آخر تجنبا لنقل وباء كورونا إلى أرخبيل سقطرة دشنا وكيل محافظة شبوة ورئيس لقيمة الطوالة دكتور عبد القوي لمروق ومعه الوكيلين المساعدين علي الكنديا وسالم النسي دشنا فعاليات برامج التوعية بفيروس كورونا شاد بأهمية تدشين الحملة التوعية ودورها في رفع الوعي المجتمعي بخطورة فيروس كورونا مثمنا تجاوب المواطنين وتفاعلهم مع الحملة واستجابتهم الطوعية للنصاح والإرشادات التي توجهها لهم الفرق المشاركة فيها وتشمل الحملة التي ينفذها ملتغى بناء شبوة الخيري وفريغ الاستجابة بالمحافظة التفزيع برشارات التوعية بفيروس كورونا وكمامات وقفزات وعملية الرش التي تهدف إلى تطهير باصات النغل من الوبائيات الناقلة للأمراض من خلال الرشها بمباشرة بالمطهرات الخاصة بمكافحتها تسلم مكتب الصحة العام وسكان بمحافظة مأرب أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخصصة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في عاصمة المحافظة والمديريات وتشمل المساعدات 8 أطنان من الأدوية وموزة على 10 أصناف متنوعة إلى جانب عدد من التجهيزات لقسم الطوارئ في مستشفى الشهيد محمد هائل للأممة والطفولة بمديرية المدينة وغسم الطوارئ في مستشفى كراء العام في مديرية الوادي وخلال عملية التسليم أشهد مدير عام مكتب الصحة العام وسكان دكتور عبد العزيز الشددي أشهد بالدعم المستمر المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الصحي في المحافظة ودعا بقية المنظمات الدولية الإنسانية إلى الحذو حذو مركز الملك سلمان في دعم القطاع الصحي بالمحافظة أقر مجلس وإدارة صندوق النظافة التحسين بالوادي والصحراء في اجتماعه برأسة وكيل محافظة حضر موت عصام الكثيري أقر مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2020 والبالغ مليار وستة وخمسين مليون ريال حيث قدرت الموارد متوقعة بتسعمائة واحد وتسعين مليون ريال فيما يبلغ العقز المقدر للموازنة خمسة وستين مليون ريال نكرتنا الأخبارية انتهت تذكير بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتخاذ المعالجات والتدابير لتجاوز تبعات أثار المنخفض الجوي الحكومة اليمنية ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النهار لمواجهة انتشار فيروس كورونا وقوات الجيش الوطني تستعيد مواقع جديدة في صرواح بمأرب ومصر أكثر من 20 حوثيا بمحافظة القوف مجهد الكرام وصلنا نحن وإياكم إلى أخطام نجسنا الأخبارية لهذه الليلة نلتقي نحن وإياكم في نشرات أخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى